الحياة الزوجية من الإشكالات يتلبت في سماء البيت مجموعة من الخلافات وهذا أمر طبيعي ولم يسلم من هذا بيت فبيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أشرف البيوت ما سلم من هذه الإشكالات وقد سجل هذا كتاب ربنا جل وعلا آية التخير تخير النساء النساء النبي عليه الصلاة والسلام يا نساء النبي وهذا يدلنا على ما هذا يدلنا على أن الخلافات الزوجية الإشكالات البيتية هذا أمر طبيعي ولذلك ربنا جل وعلا ذكرنا في مسألة الأشياء التي تمر في حياة الإنسان مما يكرهها قد تكون حقيقة في صالحه وقد تكون تنعكس إلى أمور خيرية يقول جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون في خصوص الحياة الزوجية جاء الخطاب إلى الأزواج يقول جل وعلا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لاحظ خيرا كثيرا النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا يعني قاعدة يتوازن فيها الزوج في تعامله مع مع زوجتي يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمن يعني لا يبغض مؤمن زوج مؤمن زوجته لا يفرك مؤمن مؤمن إن سخط منها خلقا رضي منها آخر والمعنى أن الزوج إذا حصل بينه بين زوجته أشياء كره منها بعض الأخلاق يجب عليه أن لا يقف عند هذا الخطأ وأن لا يبني عليه لأن الإنسان إذا ركز على خطأ واحد من أخطاء الزوجة أو الزوجة ركزت على خطأ واحد من أخطاء الزوجة أو أخطاء عموما هذا لا شك بأنه مؤذن بخراب البيت وانهدام الأسرة وتفكك هذه الأسرة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفرك مؤمن مؤمن إن سخط منها خلقا رضي منها آخر يعني يجب عليه أن ينتقل بحسه بمشاعره بأموره إلى الجوانب الطيبة إلى الحياة الطيبة التي يعيش التي عاشها مع زوجته لا يعقل أبدا أن إنسان لديه خطأ أو خطأين لا يكون عنده خير هذه عملية حقيقة إذا استعملها الإنسان وقاعدة إذا طبقها في حياته الزوجية بالمجزوم المحقق أنه سيرسو بسفينة بيته إلى بر الأمان ولذلك ربنا جل وعلا نبهنا إلى هذا الأمر ولما نأتي إلى ما حصل في بيت النبي عليه الصلاة والسلام من اجتماع نسائه في قضية المطالبة بشيء من حضوظ الدنيا نساء النبي عليه الصلاة والسلام يرين نساء الصحابة يرحلنا بعض نساء الصحابة يرحلنا في حلل النعيم وكذا فطلبنا شيء من الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام عرض الله عليه الدنيا أن يسير له جبال مكة وأوديتها ذهبا فقال ما لي ولد الدنيا هذه حياة النبي عليه الصلاة والسلام فلما اجتمعنا هجرهن النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا شهرا كاملا فلما نزلت آية التخيير اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة ولذلك رجعت الحياة طبيعية والمقصود إخواني وأخواتي أن الإنسان لا بد أن يعلم بأن الحياة الزوجية مليئة بالمفاجآت الحياة الزوجية مليئة بالفصول أحيانا المحزنة الحياة الزوجية لا يمكن أبدا أن يتفق الزوجان اتفاقا كليا على كل شيء فالاختلاف في وجهات النظر الاختلاف في طريقة التربية الاختلاف في استعمال بعض الأدوات هذا شيء طبيعي حتى قضية الأخلاق والسلوك لا يمكن أبدا أن يتطابق الزوجان تطابقا كليا يعني زوج يصبر وزوجة لا تصبر أو العكس كذلك زوج كريم زوجة بخيلة مثلا أو العكس كذلك هذا كله يجب على أن لا يكون سبب من أسباب جعله مسمارا في نعشي الأسرة وإنما يتجاوز الإنسان هذا الشيء وما يدري المآلات إلى ماذا تقول ولذلك قال جل وعلا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا شيئا لاحظ نكره هنا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا خيرا كثيرا أنا أعرف أنا أعرف أناس كثر يعني عاشوا مع زوجات يعني ما كان هناك اتفاق كامل ما كان انسجام كامل لكن مع مرور الأيام مع مرور السنوات أصبح هذا ألفه الزوج وألفته الزوج وأصبح هناك يعني تناغم صبر على هذا عوضهم الله عز وجل بذرية صالحة طيبة من حفظة القرآن من طلاب العلم وهذه نعم من نعم الله عز وجل ولأجل هذا من المهم جدا أن الإنسان يتعامل وفق هذا المبدأ وأن لا يجعل مما يكرهه من سلوكيات من أشياء تحتمل لا يجعله سبب من أسباب تفكيك الأسرة وتضيع الأولاد فهذه قاعدة من أهم القواعد القرآنية ومن أهم القواعد النبوية في تثبيت الأسرة وتقويتها وهي أن الإنسان إذا كره شيئا أن لا يسارع ويبادر إلى قضية إنهاء الحياة الزوجية وإنما المطالب أن يصبر على ذلك وأن يعود نفسه على التأقلم مع هذا الواقع الأسري الذي يعيش وأسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا وأن يبارك في أعمالنا وأعمالنا وأعمالكم وأعمالكم الحديث له بقية وتتم إن شاء الله نكمله في اللقاء القادم السلام عليكم